المشاهدون العزاء أهلا ومرحبا بكم في موجز الأخبار من قناة الشروق تسلم رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبدالفتاح البرهان تسلم دعوة رسمية للمشاركة في اجتماعات الجزء الثاني من مؤتمر الأمم المتحدة الخامس للبلدان الأقل نموا الذي تستضيفه العاصمة القطرية الدوحة مطلع مارس القادم بحضور وكيل وزارة الخارجية السفير ضفع الله العحاج وأوضح السفير القطري لدى الخرطوم السفير محمد إبراهيم السادة في تصريح صحفي أوضح عقب تسلمه الدعوة لرئيس مجلس السيادة بمكتبه أمس أن اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها في كافة المجالات أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبدالفتاح البرهان متانة وأزلية العلاقات وجمهورية مصر العربية وحرص السودان على تطويرها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين وأشار لدى لقائه بمكتبه أمس السفير المصري لدى الخرطوم السفير هاني صلاح أشار إلى حرص السودان على المضي قدما في تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي والسكة حديدة بين البلدين فضلا عن تفعيل التجارة البينية منح رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبدالفتاح البرهان منح سفير جمهورية كوريا لدى الخرطوم السفير سانجو يانجلي وساما النيلين من الطبقة الأولى بمناسبة انتهاء فترة عمله بالبلاد وتقديرا لجهوده لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وأكد رئيس البلاد البرهان خلال لقائه بمكتبه أمس السفير الكوري لدى الخرطوم متانة العلاقات بين السودان وجمهورية كوريا استعداد السودان للعمل على تطويرها وتعزيز التعاون في كافة المجالات استقبل رئيس جمهورية كينيا وليام روتو استقبل بمكتبه بالقصر الرئاسي الكيني بنيروبي أمس نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو بحضور نائبي الرئيس الكيني ريثاغو غاشوة والسفير السوداني بنيروبي كمال جبارة وبحث اللقاء مسيرة العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في المجالات كافة بما يحقق مصالح شعبي البلدين الشقيقين وشعوب المنطقة ورحب الرئيس الكيني بزيارة نائب رئيس مجلس السيادة مشيدا بمستوى التعاون الذي تشهده العلاقات بين السودان وبلاده ورغبة البلدين لتعزيزها على المستويات كافة من جانبه جدد نائب رئيس مجلس السيادة التهانئة للرئيس الكيني بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية معبرا عن تقدير السودان للدور الكبير الذي تقوم به كينيا على مستوى القارة الافريقية والمنطقة مشيدا بمستوى علاقات البلدين ورغبتهما للدفع بها إلى آفاق أرحب بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين عقد عضو مجلس السيادة الانتقالي الطاهر أبو بكر حجر عقد بمدينة المالحة بولاية شمال دارفور اجتماعا موسعا أمس مع الإدارات الأهلية والأعيان بالمحلية تناول جملة من القضايا في مقدمتها توفير الخدمات الضرورية ممثلة في المياه والصحة والتعليم والجمارك وترسيم الحدود بين ولايتي شمال دارفور وشمال كردفان إلى جانب تأمين طريق كفرة المالحة واستمع حجر خلال لقائه لجمة أمن المحلية إلى تنوير مفصل عن الأوضاع الأمنية والذي أكد خلاله المدير التنفيذي الحاج أحمد بكر أكد استقرار الأوضاع الأمنية مشيرا إلى أن محلية المالحة تعد من أكثر المحليات أمنا بشمال دارفور المشاهدون العزاء قدمت لكم مجزة الأخبار من قناة الشروق شكرا لكرا من المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة